موسيقى يشكل جسر الواقع بين قضاء الضليل والخلدية معاناة يومية إلى ما يشهده هذا الجسر من خطورة تشقوقات وانهيار أجزائه المهترئة وضيق مصربه الواحد ذو الاتجاهين فيما يبقى القلق المستمر لمستخدميه من انهياره بأي لحظة الجسر صار لما يقارب 30 أو 35 سنة قارب للانتهاء حتى لو يجي سيل من فوقه ممكن ينهار الجسر لأنه قديم وبناءه قديم وصير عليه أكثر من حادث شايف عليه كيف أكثر من حادث يعني حوادث فيها إصابات وفيها وفيها صارت عليه هذا الجسر جايبين منطقة الزرق أو منطقة المفرق لا الزرق محترف فيه ولا المفرق محترف فيه هذا الجسر أي ممكن تمر تشوف وتصوره مربط بسلاك الجسر وقعنا عليه سيارات جسر يعني مهدوم كليا هذا أقل الشتوى رهيق على الجسر بالنسبة للجسر هذا صار مدة قديمة جدا وهم يعدون فيه أنهم يضبطوا الجسر صار أكثر من 40 سنة جاي بين بلدية الخالدية وبلدية الظليل مديرة مكتب أشغال الظليلي أكدت لأخبار الدار وجود عطاء للجسر المتهالك فهل يتم تنفيذ العطاء هذا العام كما تم وعد الأهالي أم تسمر المعاناة؟ شكرا